كيف يجب أن يفهم كل العرب والمسلمون أن قضية الإعدام دائماً تركز على الشجرة التي تحجب الغابة والشجرة التي تحجب الغابة هي المجرم الذي يقتصب طفلاً ويقتله المجرم الذي يقتل امرأة المجرم إلى خلالهم هذه هي الشجرة يعني هناك فيه في المجتمع حالات إجرامية تستاهل الإعدام وتستاهل العقاب الشيء لكن هذه الحالات تغطي الغابة والغابة هي آلاف الإعدامات آلاف المؤلفة التي تستخدم بالأساس سياسياً للقضاء على الخصوم السياسيين الخصوم الطبقيين إرهاب الناس وبالتالي فإن الناس ترى الشجرة ولا ترى الغابة أنا مهمتي كحقوقي هو أن أفسر للناس أنظروا إلى الغابة ولا تنظروا إلى الشجرة لأن الغابة هي المهمة يعني إحنا بالنسبة لنا قضية عقوبة الإعدام لا تتعلق بأن نحن نرفض عقاب المجرم بقدر ما نحن نريد حماية آلاف الأبرياء هذا هو موضوعنا يعني أنا أعترف بأن هناك مجرمين يعني يرتكبوا جرائم فضيعة ولا سبيل إلى أن يقبل منهم إنسان يعني إلا أشد العقوبة لكن في نفس الوقت هذه الشجرة يجب أن تغطي الغابة الغابة هي الاستعمال المفرط للإعدام للقضايا السياسية وهذا موجود في كل البلدان العربية وخاصة في البلدان الاستبدادية وأردد وأنا وأقول أن هذا موجود في مصر خلافا لما قال الشخص الذي حاول أن يرد عليه في هذه القاعة إذن إحنا لا بد أن نفهم العرب ونفهم الخليجيين ونفهم المسلمين كلهم أنه إحنا لا ندافع لا نريد يعني قصة القصاص نحن ندافع عن حق الأبرياء في أن لا يموتوا وبالتالي يجب أن هناك باكت جديد يعني هناك لا حل إلا أنك بما أنه نحن نسيء استعمال هذه العقوبة فنحن نرجع هذا الأمر إلى الله ونقول أنه نحن غير قادرين على أن نكون عادلين منصفين وبالتالي فحماية لآلاف الأبرياء نحن مستعدون لنقبل بأن هذا المجرم لا يعاقب هذه فلسفة فكرة حقوق الإنسان هل أنظمة تأذن تزدد بالشريعة الإسلامية الآن في السعودية في البحر نقول أنها نحكم شريعة طيب لكن أيضا الشريعة الإسلامية هي أيضا أنت تعرف أن سيدنا عمر بالخطاب رفض تطبيق الحدود في حالة المجاعة إلى آخره أيضا القرآن مليء بالآيات البينات التي تدعو إلى الرحمة وتدعو إلى الشفقة وتدعو إلى آخره يعني بحيث القراءة المفصلية والجزئية لبعض الآيات يجب أن توضع أيضا في طارها وإلا فإذا أيضا القراءة الجزئية لبعض الآيات يمكن أن تبرى لنا بقاء الرق ونحن بطبيعة حال ألغينا الرق رغم أن بعض الآيات يمكن أن تفسر عندما تقرأ قراءة ساذجة أو بسيطة أنها تقبل بهذا الموضوع نحن الآن نعيش في القرن الواحد والعشرين ثلاثة أربعة دول العالم ألغت هذه العقوبة أظهرت لكل التجارب أن نلغى هذه العقوبة لا يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجريمة خلافا لما يقال إلى آخر إلى آخر وكان الآن الأول في مجال تقدم أممنا وتقدم شعوبنا أن نلتحق بكل هذه الشعوب وإلا فسنبقى من علامات التخلف عندنا ما زلنا نمارس عقوبة الأعدام